خلاص بقى شو هل حكي اختي؟ مثل ما عملنا لك الواحدة من بيناتنا بتحب تسمع لها شي كلمة حلوة من خطيبة بتحب انه ياخد رأيه بيلبسه بشغله يعني باختصار يحسسها بأهميته بحياته بس انا مالي مقصر بنوب احارتنا دايقة ونعرف بعض شو لصة؟ حكيت لك شي هي يعني؟ من غير ما تحكيلي الشغلة واضحة مطلعين الشمس لك اختي شو لصة فاهميني بقى؟ ممكن انت تقلي امتى اخر مرة طلعت انت وياها مشوار لحالكو؟ طيب امتى اخر مرة رحت لعندهم زيارة عالبيت؟ امتى تكرمت وطلطفت ورحت زرت عمك المريض؟ قديش صلك مع رحت؟ قديش؟ بس هيب الله خليكي صحيح سلي زمان ما شفتها ولا شقيت عليها بس انا كل يوم بتطمن عليهم التليفون غير زياراتي دايما لفادي بالمكتب لك يا اخي يا حبيبي هذا الكلام ما بيكفي الزيارة واحدة اللي عندهم عالبيت بتغنيك عن كل هالحكي بعدين متل ما بيقول مثل بعيد عن العين، بعيد عن القلب هلأ ممكن تهميني ليش هالمحاضرة اللطيفة؟ إذا فادي حكيتلك شي، حكيلي ورايحيني بقى يا الله؟ عن جد ما حكيتلي شي لا أكيد، أكيد حكيتلك شي وانتي عم تخبي عني لك يا أخي صدقني ما حكيتلي شي بعدين يعني فادي قبل ما تكون خطيبتك هي ابنت عمك وواجب عليك انه تزورهم دايماً وتشق عليهم وشغلي، بدك ياني اترك شغلي وتفرغ لهم ما أقول الحكي يعني لا هيك ولا هيك لكن كيف كيف؟ خيرو الأمور الوسط، يعني حاول توفق بينه وبين شغلك لازم تتفقوا من هلأ أحسن ما بكرة يصير معكم مشاكل ها؟ إيه إيه، لا تطلع فيني هيك إفهام بقى، اطلح لحلك شوي البنت بتحبك ومش تيها تطلعوا لكم شي مشوار سوى لحالكم مش تيها تسمعها شي كلمة حلوة ولكن تجيب لها شي غراض، تشي فستان تتباها فيه قدام رفقاتها تقول لهم هذا جبل يا ابن عمي، خطيبي ماشي الحال، ماشي ترجمة نانسي قنقر